بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما قال آية الله العارف الكبير الشيخ بهجة قدست روحه الزكية لو قلتها عشرين مرة سوف ترى العجائب عندما جاء خبر بأن آية الله السيد بهاء الديني قشلت قدمه ولا يستطيع المشي قال آية الله الشيخ بهجة فليقل عشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم وليمشي فورا وعندما وصل الخبر لآية الله السيد بهاء الديني قال سأعمل على ذلك آية الله الشيخ بهجة يقول إن عشرين مرة قول بسم الله الرحمن الرحيم تفتح لك جميع الأبواب وتقضي لك كل الحوائج إن اسم الله الأعظم فيه بسم الله الرحمن الرحيم وفي سورة الفاتحة جرب ولا تشك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا دائما وابدا لاتباع قول العلماء في كل ما يقولون إن شاء الله تعالى عشرين مرة قبل أن تقدم على أي شيء إذا نويت الزواج أو أنت تمنيت الزواج ما عليك إلا أن تقولي وتقول عشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للزوجة الصالحة وأن يوفقك للزوجة الصالحة إذا أردت أن تسافر وتربح من سفرك هذا إذا كان للتجارة أو إذا كان للشفاء وللذهاب للمستشفيات لا سمح الله وترجع بالشفاء ما عليك إلا أن تقول قبل سفرك عشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت أن تدخل في مشروع إذا أردت أن تشارك أحد إذا أردت أن تشتري أي شيء أو تبيع أي شيء فقل عشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم وسوف ترى العجائب في قضاء جميع حوائجك أي حاجة في قلبك قبل أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى قبل أن تتكلم بها قل أولا عشرين مرة بسم الله الرحمن الرحيم ثم اسأل الله سبحانه وتعالى ما شئت وامضي في حاجتك فلن ترى إلا الخير برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام